قبل أن نبدأ النقاش خلينا نشوف مع بعض هذا التقرير عن الأزمة بعد حصارها سياسيا منذ نحو شهرين نتيجة ثبوت ضلوعها في تمويل الإرهاب ودعم الجماعات المتطرفة وإيواء التكفريين على أراضيها تحاول قطر البحث عن مخرج من هذه الأزمة دون التزام بالمطالب الثلاثة عشر التي حددتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر حاولت الدوحة نقل المعركة إلى بقعة أخرى هي المشاعر المقدسة إذ طلب نظام تميم بن حمد بتدويل مناسك الحج أي جعل تنظيم خمس أركان الإسلام مسؤولية دولية في تكرار للطلب الذي رفعته إيران قبل نحو عامين وقبل باستهجان ونقد كبيرين على المستويين العربي والإسلامي مطلب الدوحة الذي وصل إلى حد التلويح بتقديم شكوى في هيئة الأمم المتحدة ضد الرياض بتهمة منع القطريين من أداء المناسك جاء رغم تأكيد حكومة خادم الحرمين الشريفين أنه لا يوجد أي إجراء لمنع القطريين من أداء مناسك الحج وأنه لا علاقة للمقاطعة بالحج أو العمرة بل وإعلان الرياض توفير ممرات طوارئ للطائرات التي تقل حجاجاً قطريين والقادمة من أي دولة أخرى رد المملكة على هذه التصريحات جاء حاسماً من وزير الخارجية السعودية عدل جبير الذي وصف المطلب القطري بأنه بمثابة إعلان حرب على المملكة ردود الفعل لم تكن سعودية فقط وإنما عربية وإسلامية فمصر أعلنت في بيان لوزارة الخارجية أن الخطوة القطرية تشويه للمملكة ومحاولة للتهرب من الالتزامات التي طالبت بها دول المملكة المقاطعة كما عقد مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر اجتماعاً طارئاً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أمس حذر فيه من الحديث عن تسييس الحج أو تدويل المناسك وعندما وجدت قطر نفسها في مرمسها من الانتقاد بل والسخرية أحياناً حاولت التراجع خطوة إلى الوراء بنفيها على لسان وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن الثاني صدور أي تصريح من المسؤولين القطريين بشأن تدويل الحج لكنه اتهم السعودية بأنها وراء هذا التسييس وهو الموقف الذي أسقط ورقة توت الأخيرة عن تلك الدويلة كما كشف عن طبعيتها الصغيرة لإيران